المتتبعي قناة الفاسباريس مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي تصدف فيها سي محمد قلبوين رئيس الجامعة الوطنية للتخيم والملاسبة هي الانطلاق المسلسلة للتخيم لانطلق في 6 يوليوس 2023 لكي نستجدد تعد مرحلة لتدورة الجامعة الوطنية في التخيم وفي تأطيرها لهذه المخيمات الصيفية محمد مرحبا بك شكرا على الاستضافة أولا الجامعة الوطنية التي تخيم هو واحد النسيج الجمعوي الذي عرفوا المغرب منذ السلوات اليوم نحن ماخذينا رئاسة هذه الجامعة وهذا النسيج كيمت له 10800 فرع لجمعيات وطنية وجهوية متعددة بإضافة إلى 12 مكسب جهوي الذي كان يعمل له في تغطية تراب المغرب كامل الأساسي في هذه الجامعة أولا كان أساسي لتقديم ديالها وأنها تترافع حول شأن الطفولة وتترافع كذلك حول فضاءات المؤسسة للجمعية بمفاعة التخيم بمعنى أن الجامعة الوطنية للتخيم اليوم ليست فقط هي جمعيات للتخيم بالعكس هو التخيم هو فقط نشاط صيفي وكذلك دورات تخيم لتكون ثلث سنة الجامعة الوطنية للتخيم تنضم جمعيات تشغل حول تربية لحقوق الطفل تربية لحقوق الإنسان بشكل عام تربية للمواطنة تربية لقيم الكوينين اللي كان أمل بها كاملين بالإضافة إلى الجامعة فيها جمعية تشغل مع الفتاة في وضعية صبا والفتاة القروية والأطفال كذلك في وضعية صبا والهاشاجر بالإضافة إلى الجمعيات التي تعتبرون رائدة في مجال تقوية القدرات هو كذلك في مجال آلية التعبير لإذا فعل فنون الجميلة كالمصراح وغيرها وننظم اللقاءات كبرى وميراجرات انتفى شو انتخبتوا يعني اول جربة ديلك على المستوى التقطار التخيم كرئيس الجامعة الوطنية للتخيم يعني هذي اول جربة ديك في التخيم يعني اشن المستجدات في العملية التخيم دات السنة هذه اول حاجة كنتشكرون فيها كل الشركاء سواء قطع الشباب والتقافة والتواصول وكذلك الشركاء الجمعويين هو اننا ترفع حول التخيم واعتبرنا هذ السنة هذه هو سنة متميزة من حيث الشعار اولا لترفع على السنة السنة الشعار هو فضاءات الخيم اول المخيم فضاءات للتنمية والإدماج لأول مرة كيف ترفع على الشعار على اعتبر اننا اول مرة فاشخدنا هذه المسؤولية قلنا ضرورة اطفال العلم وخاصة اطفال العلم المقصي او اطفال العلم القاروي او اطفال الهواميش تكون مشاركتهم الحقيقية في المخيمات هذ السنة عدنا عشرين فلمية من اطفال العلم وفتيات العلم القاروي والدواشر لمشاركين مشاركات حقيقية داخل المخيمات الصيفية بمعنى جهات كبرى كل جهة جلعة درعة فلال ابني ملال دربي دفع الهواميش يبرشيد مديونا امن تانوت اقالية هذا كلهم اطفال اللي مشاركة ومراجعة مراكش تنسيفت مشاركين باطفال وفتيات العلم القاروي اللي مشاركين في المخيمات بمجانية في اطار شركات حقيقية بعد مؤسسات مواطنة يعني هذ الاطفال سيستفدون بطريقة مجانية؟ بطريقة مجانية كما تقيق مع مؤسسات مواطنة اللي كتدعم هذ الانشيطات وفتيات الفضاءات اللي كتوفر لي من النقل وكتوفر لي من ملابس وكتوفر لي من اللوجستيك والجامعة والوزارات توفر التغذية وتوفر كذلك الفضاءات ديال الاستقبال كذلك نسجيل في الشعار ديال التنمية والادماج لأننا ممكن اليوم نعتبر ان عندنا مخيمات دانجة وبلوجة على اعتبار مشاركة من الجموع عمل اطفال في وضيات اعاقة هذه اللي اول مرة عدنا احنا واحد نسبة وصلنا واحد خمستاش في المئة من الجمعيات لدات الاهتمام ومهتمة بمجال الاعاقة سواء الاطفال اللي عندهم طولة السبري او عندهم التوحود او حتى الاطفال اللي عندهم بعض الامراض المزمنة كاطفال داء السوكري لديهم اصعاب احيانا على الاباء والامهات المشاركة داخل المخيمات ولكن قناعناهم باطور متميزة بوصفة طبية متميزة بحيمية غلائية متميزة اذا كان يشرك عن الطفولة البعث يقول ان عدد المستفدين مدل المرحلات على الخيم والمخيمات الصيفية عام 2023 قليلا مقارنة مع السنوات الماضية نعم اغير طب الخيطاب يوصل لما وصل ما كاملتش مزيئ السنة اللي فات مخيمة العدد ليخيم وليخيمة السنة هذه اللي عام مخيمة مئة وعشرين الف طيف ولكن السنة كانوا يقولون كورونا الا خارج من الكورونا نعم كان المفروض يكون السنة يكون اقسع حنا هاد السنة مخيمة مئة وعشرين الف صيف ولكن كتوصل لبيتين الف انتلاقا من انشطات الرابع وانشطات الخريف وانشطات الشتاء اللي كتكون فالك عطل اسبوع دي الايام بسبب الاحد بالاضافة اللي قادت كوينيه هذا باكل يدخل في اطلاح العدد اللي كنعطو فيه هو مئةين الف اليوم كنوا واضحين جدا فضاءات الوزارة يالله كدهز مئة وعشرة الف هاده فضاءات الوزارة اليوم كنتكلم عن الرقم يمية وعشرة الف في فضاءات الوزارة اليوم مفاتحين كذلك على فضاءات جديدة وانقينا فالصعوبة مع مؤسسة تعليمية اللي كتكون قلو مواصفة يعني في هالجودة في هالبنية الاستقبال في هالمطعمة في هالالإقامة الى اخره اليوم مؤخرا ربما غيرلا ستبدأ مرحلة ثانية والثالثة والرابعة اللي ستكون في هالمؤسسات وانتو ما تكونش كالجامعة الوطنية كانت تنفاتع على القطعة الخاص يعني شركات الكبراء اللي ستنظم المخيمات هذا للأسف الشديد احنا كالجامعة وطنية تقييمنا طرافة حول هذه الأمور وكانت نتلاقا من ان ننقل المرسوم لكن اشكال اليوم عندنا للمرسوم الخاص بالمخيمات اللي خلصت في سنة 2021 لا يعتبر الجامعة في قلب الحادث يعتبرها هيئة استشارية فبالتالي اليوم ما احنا نتحدث على المرسوم في تغيير المرسوم لاننا خلص بزاف من يتقال في المخيمات لان اليوم ما كانت تعتبر ان المخيمات حقيقتا خلص يكون ليس هيئة المعاقلة بشكل جيد لان بزاف الحواج ستتناقش حتى المؤسسة الخاصة كده وش ليجاكي المخيم وش أي بدون عقدة بدون أغريمون كده والنقاش يتناقشه اليوم حتى في إطار الحكام الجيدة لديك المخيمات ودورت في المسوح اليوم اللي غلقوا فيه ان شاء الله اللي خلص يكون اما الآن نحن شركاء حقيقيين وشركاء رئيسيين كما يعتبر الوزير الشمال والتقافة والتواصل ولكن يكونوا أكثر قوة يجب أن ترافع أمام الجيات طلبة الحكومية على تعديل المرسوم حتى نكون نحن في الحادث في الحقيقة البعض تتحدث الآن على الجيل الجديد للمخيمات الصيفية ولكن هناك بعض الأسؤال تتقول حتى المخيمات لأيكينا هذا ما تتوفصت كالشروط دنيا للاستقبال الأطفال يعني للاكل مش مناسب بعض المخيمات كرأس المعطة ومثال ما أولا نشرح لي واحدة عملية من كانت تتكلموا على مخيمات الجيل الجديد هي مخيمات جد متمييزة مش هي رأتنا مخيمات الجيل الجديد هي مخيم وزنقة بحمولة ألف وثمانين ومخيم السطيحة ومخيم الجبهة توابع ألف وثمانين ومخيم اللي ده الأخيرا ديا التزنيت وديا الصورية هذو مخيمات الجيل الجديد بدون مواصفات متميزة جدا لأنها فيها إقامة مزيئة فيها فضاءة مزيئة وبدأة استقبال مزيئة إلى آخرين تبقى المخيمات الأطلس هي استثناء لأن القوائل القاعدة للأطلس أولا أنه مجر غابوي واحتروا إذا تشاب تقفوا التواصل ممكن أن تبنيه أو تصوبوا لأن العقار أو تسويط العقار مثلا ما ولكن الفضاءات الجليدة هي فضاءات مزيئة هنا يحيلون على نقطة مهمة هو أن هذه الفضاءات التي نتكلم عنها ستكون فضاءات تراعي طفولة وتراعي الحاجيات وتراعي الولوجيات وتراعي الرقامات إلى آخرين نتمنى أن هذه الفضاءات الأطلس كذلك رغم للشهاد ولكن نتمنى أن تعطى وصفة جديدة لمخيمة الأطلس على مستوى الإقامة مزيئة على مستوى التغذية ومثلا في الخطاب لا نعبره لأننا الجميع أكثر وصفا وأكثر احتجاجا وأكثر كلاما ومعكسة 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 هذه السنة أول مرة في التاريخ تخييف المغرب لدينا من حفل 60 درهم كانت 20 درهم وصلت 30 درهم وصلت 50 درهم ولكن 60 درهم هذه السنة بمواصفات وثمت حكم Manufacturer يعني مستمسة ومتحكم اليوم نحنا قام بغلاء المخيمات والمجموع ومجموع للأعجاب وهنا الجميع والشركة المنوية فقط يجب الوضع لغلاء لقم حال اليوم يعني اليوم ممكن تكلموه على بدايات صفحة جديدة مع الشركات المناولة قبل كانوا تصنع الشركات مغمى أنها تكون عندها ميزانية كبيرة ولكن يكون فيها نقص كبير وكذا بالنسبة أحياناً أحياناً تستيقبها في يوم الأول أنا أتوافق معك على سلماء أو غيره في اليوم الأول كانت الاستيقبار ضعيفة ووقفنا عليها ولكن اليوم الثاني والثالث تصلح الأمور لأن في الاستيقبار يكون يد العام من النقصة الجمعيات تقلم في وقت واحد ولكن نمتمنى وخيراً لأن في الخلال لوحة رابطاجكم نعبيه جميعاً كجميعاً يبال بلا أن الأطرس اليوم يفتحون جميل جداً المخيمة الصيفية يعني مفتوحة في وجه الأطفال ووجه الأطفال الآن بقى تغريهم من المخيمة الصيفية صحيح وش يستفيدون من المخيمة الصيفية كما تتقول يعني التطير والتكوين تلك الشيء السؤال أولاً أحييك على السؤال أولاً دائماً كنقول واحدة جميلة نحن نقولها داباً هو أن المخيم مدرسة لما لا مدرسة له تشو لماذا تدوش المخيم ما دوش بسد حويش أولاً المخيم وأولاً من الهداف ديالوغ هو تقوية شخصية الطفل والاعتماد على النفس بعد الهجر أو الأسرة واحدة أسبوعين كذلك هو أن الاعتماد على الدات وتكوين الشخصية للطفل من خلال الملابس يصوبوا ببعدهم يصبون ببعدهم يأكلوا ببعدهم يأكلوا ببعدهم التكوين الثاني كان يسمى موهيبة في الغيناة في المستراحة كما تدسل إلى هنا، فرصة لستقل هذه الموهيبة وكان يجيبوه مقال شيئاً شوي وكان يطيق ليوليدي هذا اعتموا به هل الموهيبة ديالو العام الثاني يشارك معك العام الثاني الرابع كانت تنمو هذه القدرات ديالو اليوم لدينا مهارات كبيرة على الأطر ديالوغ لأنه كانت تقوية القدرات وكذلك التدريب ديالوغ كانت تشوف التحديث حتى الخطاب للتكاوين وفيه شوية طلاب بسيكولوجي وطلاب بيداغوجي ولكن كذلك كان فيه الموين ديلاكسيك الحقيقية اللي فيها اللاعب والمرح بهتشي دي الميديا الجديد اللي ما كنت هدروا على الروبوتيك هدروا على التصوير المونتاج هكذا هذا هو سؤال ديال البعث يقولك يعني خلص يكون تلكم فيه ساعة المستوى برحب الدريل والتليفون والتستقبئي ثم تدخل في مخيام تتحيدوا لي كيف أشد؟ نعم تدخل فيه اللوكال الوطني السنوات الطلقية لم تتقلش كدد بيكالا أو ديب لك بلاكة كان برامج متميزة بالطابلات بالبيسي بالأكراو كبيرة بالتبتاشو بالشعج اللي هي متميزة كذلك كان برامج أخرى غدل قاو فيه مجموعة من الشركاء اللي دي لنا برامج كبيرة ديال البوتيك ديال الانترنت ديال البلاي ديال صنع الألعاب الإلكترونية كان برامج لي حديثة عما الهاتف هنا صحي جدا كان تبقى داخل الهاتف المراقبة الأبوية ديال الهاتف في هذا الشكل مهم جدا نحن نجي داخل المخيام لنا نتحمل مسؤولية المراقبة البيضاغوجية والتعليمية لأنه في تعليم مهارات الأخيرة كينتوقيت ديال الهاتف نحن نحيي له تلك المراض اللي أصبح مصاب بطاف الأحياء داخل أسرح نحن نعلم كي ينسى الهاتف كي يخدم كي يلعب كي ينشط كي يمسي السباحة كي يدير الشايات دياله ولكن أوقات الهاتف هي أوقات الحرة للأب ديال وتصل به بش يعرفوا كي يدير الأخير وهذه من المهارات الأولى اللي يحاولوا لو يملي قنوة للوليدات على انه ينسى آه هاد الإدمان اللي أولي خطير جداً على مستوى التواصل الاجتماعي كسؤال الأخير يعني أن الجامعة الوطنية تخييم في العهد ديالكم كيف تدير العلاقة مع وزارة الجامعة؟ جد متميزة أحسن من مكانت ربما من اللي كانت قبل كانت شوية ناقصة أو متجنيجة أو ما فيها التواصل لكن كان عمال كان عمال ديالجامعة اليوم كان عمال في الجهاد كذلك في اقتراحات تلبها لأن التصور لأول مرة كان يدار لقاء كبير جدا يحضر في جميع الأيهات الحكومية في إطلاق العرض الوطن وخلال هذا اللقاء كان يدار فيه الشركة ما بيننا وما من الوزارة كذلك من بعده يجي اللقاء ثاني يحضر لي الوزير حول تحديث البرامج البيضاغوجية لأن الوزارة اليوم مع الجامعة تقول إلا لك العام كانت ناقصة التقنية والمشاكلة ناقصة المضامين وتحديث المضامين يجي اللقاء التاكل مع اليونسيف الذي يدار فيه اللقاء حول صوت الطفولة هذا صوت الطفولة هو برنامج الذي يكون كذلك داخل المخيمات لما يدار على قيم الطفولة والحقوق للطفل التي كنت تكلموا لها كاملين لإضافة حق الطفل في التعبير في التواصل ويعرف ذاته ويعرف رغباته ويعبر كذلك على الإمكانيات التي يكون فيها كذلك كان لقاء آخر مع الوزارة حول طائر الأطور منها كينا اليوم حركية حقيقية وتعبير القطاع الواصف الشخص الوزير مع الحلقة الجمعوية هي الجميع الوطني التقييم شكرا تيقليون على قبول الدعوة لاحبا لاحبا شكرا جزيلا المستبعي في قناة الفاس بريس ولا اللقاء في حلقاتنا وفي اللقاء الخاص إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة